السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الكلام على إيه واضح جدا الكلام على إيه هذا الأسبوع الكلام على كورونا واضح كمان أنه كورونا مستمرة معنا شوية والحقيقة عشان ندي الحق لأصحابه الحكومة عندنا مش مأسرة في أي حاجة في الأزمة دي عملت بعض الإجراءات خلينا نعدها مع حضراتكم كده وإن شاء الله في إجراءات تانية وأنا متأكد أن الحكومة مش هتترك المواطن فريسة لأي إشاعة أو فريسة لأي مشكلة بإذننا في الفترة الجاي الحكومة بقى عملت إيه قدت أجازة للمدارس والجامعات خفضت من العمالة في المصالح نزلت تعقم الشوارع والمواصلات أجبرت شركات المحمول تدينا حبة نت زيادة على الباقة عجباني أول كلمة حبة نت زيادة دي عجباني أول وخلت البنوك تدي فرصة للناس اللي واخدها كرود هتديهم ست شهور بدون فوائد ده غير بقى إيه لغة امتحانات النقل السنة دي قفلت مراكز الدروس الخصوصية اللي هي الوباء اللي اسمه السناتر ده ودت أجازة استثنائية للست اللي بترع طفل وكمان أجازة استثنائية لزوي الأعاقة ربنا يديهم الصحة وطلط العمر وكمان الحكومة عملت إيه قفلت محلات التجار دي مهمة قوي دي دي مهمة قوي قفلت محلات التجار اللي بيغلوا الحاجة على الناس بمجرد ما يتم التبليغ عنه وخلت الشرطة كمان تتأكد بنفسها من إن المحلات والمولات والنوادي بتتقفل من الساعة سبعة مساءا للساعة ستة سبعة والحقيقة ده شغل محترم جدا من جانب الحكومة وإدارة الأزمة لحد دلوقتي حاجة محترمة ما شفناهاش من زمان وربنا بإذن الله يعدها على خير كده والحكومة تفضل تدلعنا فيامين يعني إيه تدلعنا؟ آه إحنا متدلعين شوي والموضوع ما يكونش مقتصر على محنة الكورونا وخلاص إن شاء الله يكون في الفترة الجاية في دلع أكتر وأكتر بإذن الله كورونا في العالم عمال ينتشر ويتوغل ويتصرب ويستمر 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 ربنا يوقف نموه بحقي جاهنة بيقوله آمين ربنا هيوقف نموه لو إحنا عملنا اللي علينا إيه بقى اللي علينا؟ يعني أول وتاني ومليون بلاش بوس بلاش بلاش أحضان بلاش سلامات أصلا إيه المشكلة؟ بسأخير يا أستاذ وجيه بسأخير يا فندم بسأخير يا أستاذ فضالي بسأخير يا فندم بسأخير يا مدام قميم بسأخير يا فندم خلصت الحدود مش لازم يعني أروح أه أحضن وبوس ومش عارف إيه لا وفيه لات دلوقتي بتبوس أربعة ولات بتبوس في الكتف ولات بتبوس في القفة فيه إيه يا جدعاء؟ فيه إيه؟ فيه الحاجات دي خالص دلوقتي لا مش نمنعها نأجلها اللي عايز بعد كده بيأبوسي وهو حر بقى ترجمة نانسي قنقر